نتكلم عن ظروف متشابهة حتى بالأرقام يعني كانت تاني المجموعة النادي لأهل الموسم اللي فات كان وصل برضو وتأهل دور التمانية وربع النهائي ب11 نقطة وإن شاء الله بكرة يعني من تمانية ل11 إن شاء الله قريبة جدا جدا كمان كانت تأهل من أم درمان الموسم اللي فات فكلها ظروف يمكن متشابهة لكن النهاردة سلسلة اللي هزيمة اللي حصلة لفريق سامبة التنزاني تخليه عنده دوافع قوية جدا جدا إن يحافظ على نفس المستوى ده ويكون الحصان الأسود للنهاية مش بس في دور المجموعات النهاردة وتخط أوعدة مشوار كبيرة يا كابتن تفتكر المدير الفني بيفكر إزاي أمام بطل القرن النهاردة لو دخلنا كده في عقل المدير الفني تفتكر بيفكر إزاي في مباراة بكرة عشان يكمل سلسلة اللي هزيمة اللي احنا بنتكلم فيها نبصي هو طبعا هو عارف كويس قوي قيمة المباراة بكرة وعارف النادي الأهلي يلعب على المكسر وعارف النادي يلعب على أرضه وعارف كويس قوي أن النادي الأهلي ما كانش في يوم في المطش الأولاني كان عندهم على أرضهم فبالتالي مش شرط برضو أننا نهاردة أول مجموعة مش شرط أننا نهاردة حصان الأسود زي ما بيقولوا إننا نوصل لنهائي مش شرط أننا وأعتقد أن فيه تغيراتك كابتن هاني الفترة الجاية إنه ممكن سنبى في الأدوار اللي بعد كده هتخسر والنادي الأهلي هو اللي هيكمل ده الطبيعي يعني لكن هما زي ما قلتم ما مصدقوش نفسهم إننا نهاردة النادي الأهلي معنا في المجموعة وإحنا أول وبنكسب كسبنا النادي الأهلي أول مباراة تمام فبالتالي هو أكيد عنده أمل بسيط لكن هو عارف إن النادي الأهلي بكرة هيكسب مباراة أمن بسيط؟ آه لأنه عارف إنه بكرة مش هيلعب يعني هيأمن نفسه وعرف إن النادي الأهلي هيدغط من أول لقاء وعرف إن النادي الأهلي هدفه أنه هيكسب اللقاء لأن النادي الأهلي مش هيقبل بهزمتين متتاليتين زي ما بيقولوا فبالتالي هو هيلعب على العمل النفس شوية هيلعب بسيقة هيبتدي أفل شوية كابتن هاني النادي الأهلي هيلعب هيهاجم وأتمنى إن شاء الله النادي الأهلي بكرة اللعبة يكتبقى مركزة وإن شاء الله يعملوا لقاء باسم النادي وإن شاء الله بإذن الله أتمنى التوفير في الموارد